اصدرت غرفة تجارة وصناعة البحرين تقريرا شاملا حول قياس الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا على قطاع الأعمال تضمن تطور بعض مؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الثاني من العام الحالي 2021 حيث تناول التقرير عوامل فرص النمو للقطاعات التجارية والاستثمارية والمؤشرات الأبرز في معدلات النمو والثبات والمتعلقة بمخاوف أصحاب الأعمال ومعدلات الإغلاق وحجم السيولة ونسب تسريح الموظفين والتي شهدت جميعها تحسن في معدلاتها مقارنة بالفترات الماضية وقال سعادة سيد سمير ناس خلال تتشين الغرفة لتقريرها أن الاقتصاد البحريني يتميز بكونه متنوع وصلب في مواجهة الصدمات وهو الأمر الذي أكدته أزمة جائحة كورونا وأضاف ناس أن الجميع يعمل ضمن فريق البحرين من أجل نهضة الوطن والعبور نحو التنمية والبناء هذا وقد استعرضت تقرير تأثير الجائحة على الصعيد المحلي والعالمي وذلك في إطار سعي غرفة التجارة وصناعة البحرين لإطلاع أعضائها على أحدث المستجدات الاقتصادية التي تخدمهم في وضع خطط عمل لمشاريعهم وضمان استدامة أعمالهم التجارية في هذه الظروف نحن اليوم طريق البحرين نقف على مسافة واحدة للنهوض باقتصاد الوطني اليوم عرضنا التقرير للربع الثاني من 2021 لأداء الاقتصاد الوطني والرجال الأعمال وهمومهم والاستبيان الذي حصل مع رجال الأعمال حوالي 2700 من بداية الذي شاركه في الاستبيان وعرضنا على مجلس الشورى والساد النواب نتائج وهموم التجارة من خلال هذا التقرير وعليها طبعا نحن نقدر نبني كثير من السياسات والقرارات التي نقدر ننهض بالمستقبل في الاقتصاد الوطني في البحرين وشلون نبني سياسات المستقبلية اشتركوا في القناة